اشتركوا في القناة كلام البرهان من بورت سودان من داخل السودان اليوم اتى كلام البعض وصفه بانه مغير من جانبه وصف كلامه من السودان بانه محبط من ناحية استمرار الحرب بوقت انه كلامه اليوم هو يشير الى انه هناك خطوات تتخذ فعليا باتجاه نهاية هذه الحرب هل فعليا انتهى الجدل حول تصريحات التي اتت قبل زيارته لمصر؟ مساء الخير عليك استاذ رانح ومساء الخير على كل مشاهدي قناة الحدث نعم الخطاب بالتأكيد مختلف تماما عن خطاب بورت سودان وكان متوقعا يكون خطابا مختلفا اولا خطاب البرهان في بورت سودان كان هو خطابه الاول الذي قاله وهو بعد خروجه مباشرة من الدائرة الضيقة التي كانت تحيط به من ذلك القبو داخل القيادة العامة وفي ذات الوقت امام قاعدة عسكرية في البحر الاحمر او في بورت سودان من الطبيعي ان يخاطب الجيش بلغة الجيش وبلغة الحرب وبلغة المواجهة لانه لا زال في صدى المواجهة الطبيعي ايضا حينما ينتقل البرهان الى دولة مجاورة مثل مصر لها وزنها ولها قيمتها ولها اهميتها في حل الصراع الحالي لا بد ان يكون الخطاب دبلوماسيا ومرنا مع انه كان حمال اوجه في بعض النقاط كلام معمم يمكن ان يفسر باشكال مختلفة مثلا البورهان تحدث عن انهاء الحرب لكن لم يقل هل بالتفاوض ام باستمرار القتال كما قالها مباشرة في بورت سودان انهاء الحرب ربما تعني تفاوض او ربما تعني استمرار في القتال وفي ذات الوقت اذا ما اخذنا حديثه الى العالم ان يتعامل مع هذه الحرب بموضوعية يريد ان يقول للعالم لا تتعاملوا معنا بالتساوي مع قوات الدعم السريع انها قوة متمردة او قوة ارهابية البرهان يبحث عن هذا التوصيف حتى يكتسب شرعية مباشرة في هذه الحرب وهذا يتضح من الحديث عن النظر الموضوعية لهذه الحرب عموما الخطاب لا يخلو من قاطع ايجابية بلا شك الحديث عن انهاء الحرب في حد ذاته حديث ايجابي الحديث عن عدم تمسك الجيش بالسلطة برغم انه تكرار وتكرار وتكرار وقاله الرجل منذ 2019 لكن الافعال تقول غير ذلك الشعب السوداني يريد افعالا لا اقوالا لان البرهان قال ذلك ثم حدث فض أو جريمة اعتصام القيادة العامة قال ذلك ثم حدث انقلاب اكتوبر 2021 وقال ذلك ودخل في حرب طويلة لذلك هذا الحديث يمكن ان يوخذ في اطار العلاقات العامة في اطار الحديث السياسي في اطار التبيين وجهات نظر طيب نسأل هنا ماذا عن خارطة الطريق التي طرحت اليوم هل تحمل مخارج فعلية والموجود فيها او المتضمن فيها اليوم البعض يقول انه فيه نقاط فعلا قد تشكل مخرجا سليما من هذا الوضع الحالي للانتقال الى مرحلة قادمة هل هذا ما تراه حضرتك دون شك خارطة الطريقة مهمة خاصة وانها تخرج من مصر ولكن تحتاج الى تنسيق في ظل مبادرات اخرى هناك مبادرة الاتحاد الافريقي والعيقات هناك المبادرة السعودية الامريكية هناك مجهودات الرباعية وغيرها من المجهودات التي تبديلها بعض الجهات التي تتحدث عن الضرورة التحقيق السلام في السودان لكن اهمية هذه الخارطة تحدثت عن وقف تصعيد بشكل متدرج وربما المقصود من ذلك مسألة وقف اطلاق نار او هدنا ثم بعد ذلك الحديث عن اعادة الانتشار اعادة الانفتاح تجميع القوات ثم بعد ذلك الحديث عن فتح ممرات امنية انسانية او ممرات امنة وغير ذلك بعد ذلك الحديث عن الجيش الواحد الجيش القومي كيف يكون للسودان جيش واحد الخارطة ايضا نعم الخارطة لم تهمل ايضا الحل السياسي ضرورة تشكيل حكومة انتقالية قومية ولكن دائما كما نقول في السودان يكمن الشيطان في التفاصيل هذه التفاصيل قد تقود الى صراعات جديدة حول من يشكل الحكومة كيف يتم تشكيل الحكومة كان قبل هذه الحرب الاتفاق الاطاري تحدث عن حكومة انتقالية ايضا لكنه ابعد فلول البشير لكن فلول البشير الان يتصدرون المشهد خاصة المشهد العسكري حتى ولو نفى البرهان عن عدم وجود فلول اي سوداني واي مراقب يعرف اين يوجد الفلول داخل المدرعات او داخل الجيش او داخل كتائب البراء او غيرها موجودون بدون شك لذلك ربما تكون ايضا ازمة قوى الحرية والتغيير من الصعب ان تتحاور مع فلول البشير وفلول البشير يريدون اقصاء الحرية والتغيير وهناك حديث عن حكومة تصريف اعمال لكن ما لم تنتهي الازمات الحقيقية بما فيها اول وقف اطلاق النار ووقف الحرب ثانيا بعد ذلك التوصل الى مشروع وطني قبلت الحديث عن تشكيل حكومة او المضي الى الانتخابات السودان غير مؤهن عاليا لاجراء اي انتخابات كي لا نصل الى مرحلة الانتخابات لنبدأ بالمرحلة الاساسية على الاقل وقف الحرب والذهاب الى مرحلة سياسية معينة او ما اليوم من هو القادر اذا على اتخاذ القرار اذا كان البرهان بشخصه عندما يقوم بجولات من هذا النوع لا يمكن القول ان هذا الامر سينطبق على الدعم السريع نفس الامر اذا الدعم السريع اعلن عن مبادرة وهذا ما حصل مع قائد دعم السريع ليس ابدا هذا لا يعني ابدا انه سينطبق على الجيش قوى الحرية والتغيير هناك اتهامات كبيرة لها من جانب الجيش اليوم الكل يتحدث عن الفلول ولكن كل طرف يتهم الاخر بانه لديه فلول فبالتالي من الذي يمكن ان يقدم حل على طاوله الحل هو ان يتفق السودانيون للجلوس وان يتفق قادة العمل المسلح على وجه التحديد في الجيش او في الدعم السريع بان هذه الحرب حرب عبثية لا امل ولا خير فيها للسودان وانما حينما دخلت الاطراف فيها دخلت بغرض اعادة ترسيم المشهد بانهار من الدماء وعلى ان تكون حدود السودانين هي جماجم البشر هذا هو الهدف الاساسي من الحرب ما لم نخرج من هذا الاحساس ومن احساس بانني سانتصر وادمرك وانني سانتصر واقصيك لا يوجد حل الحل الاساسي في الوصول الى ضرورة لماذا كانت هذه الحرب ولماذا تتوقف هذه الحرب هذا هو السؤال المهم بعد ذلك نأتي الى المسائل السياسية والتفاصيل كما قلت فيها كثير من المنزلقات بلا شك وفيها كثير من المخاطر ومن المنعطفات لكن الطريق الاساسي هو وقف الحرب اولا وبعد ذلك بعد ان نسكت اصوات السلاح والذخيرة بعد ذلك يمكن للناس ان تسمع وتتحاور باجواء اكثر رحابة واكثر ودية نعم شكرا جزيلا لك ضيفنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي فيز الشيخ السليك ترجمة نانسي قنقر